بعد توقف لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا يعود المسرح الكاثوليكي لخشبة المسرح بعرض جديد لمسرحية مبروك ما أجاكم وهي من تأليف تيسير جابر وتمثيل نديم شحتيت وتيسير جابر ومرافقة روحية من الأبيان العوابدة وسينغرافيا هشام سويدان وإخراج خلدون هلسك تتحدث فصول المسرحية التي عرضت على خشبة مسرح كلية تيرا سنطا بعمان عن معاناة شاب تعرض إلى حادث سير مع أهله مما نتج عنه وفاة العائلة ونجاته بعجوبة وقد أدى ذلك إلى عيش بطل المسرحية بالذنب وتأنيب الضمير واعتقاده أنه هو السبب بقتل أفراد عائلته شهد المسرحية عدد من الأباء الكهنة وشخصيات رسمية ودينية والدكتورة بعسم السمعان المديرة الإقليمية لمكتب فضاية نورسات الأردن وفلسطين الرئيسة الفخرية للمسرح الكاثوليكي وجمع من المدعوين بعد انقطاع ثلاث سنين بسبب جائحة كورونا المسرح الكاثوليكي رجع بتاسع عماله مسرحية مبروك ما إجاكم بتمنى أنه الرسالة وصلت لجمهورنا للحاضرين طبعا لازم نشكر قناة نورسات الفضائية الأردن الممثلة بالدكتورة باسم السمعان على تخطيط هلال مسرحية ترجمة نانسي قنقر